الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله اللهم ارحمنا برحمتك واسترنا بسترك واحمنا بحمايتك واحفظنا بحفظك اللهم احينا بلا إله إلا الله وآمتنا على لا إله إلا الله واحشرنا مع أهل لا إله إلا الله اللهم املأنا بلا إله إلا الله حتى لا نرى إلا أنه لا إله إلا الله آمين والحمد لله رب العالمين إذن أعود إلى الأسئلة الكتابية يقول والدي يملك عقارات حوانيت وتوفي في المستشفى مريضا بداية الكورونا لنكتشف أن له زوجة ثانية كتب كل أملاكه عليها وعلى أولادها كتابة حديثة زمن دخوله إلى المستشفى فهل يجوز له ذلك وما حكم أخذ تلك العقارات الكتابة اسمع جيدا الكتابة ليكتبها الإنسان تعالورت تعالورت يعني يعني الهيبة الهيبة يكتب دار والعقار في مرض الموت باطلة الكتابة ليكتبها المريض في مرض الموت باطلة ملا روحوا إلى المحكمة ورفعوا دعوة قضائية بإلغاء هذه الكتابة هذه الزوجة الثانية ليكتب لها باباكم كل الأملاك انتعوا بعدما تخل إلى المستشفى مريضا بالطاعون ومات الكتابة باطلة والورث هذا باطل والهيبة هذه باطلة والواجب تعاود وتقسم الميرات بالأنصب الشرعية احنا عندنا معاشر المالكية لا يجوز إنسان يكتب هيبة في المرض الذي مات فيه اشفه لا يجوز أن يكتب هيبة في المرض الذي مات فيه أما لو كان خرج من المستشفى وبرى ولا لبس به كامل لقواه العقلية في صحته واكتب بلها في الكتابة صحيحة وهي هيبة ما عندنا من ديره خلاص دارت له براسه وعمرته ولكن رحوا له للمستشفى رحت له للمستشفى هكا حتموت وفلان وكادا وشوية حب وشوية عواطف أكوت عارفه والراجل مريد مسكين بالكورونا بلك إنسى قعب لي عنده زوجة أولاده وإنسى كلش ما لكتب لها كلش هذه كتابة باطلة أكوت سمعوا كتابة باطلة غير تسمعوا الحصة روح دير مرحامي حسبونا الله ونعم الوكيل إن شاء الله هذا المرأة إذا رأيت سمع فينا عاودي قسم الميرات بالأنصب الشرعية سائل يقول أنا تاجر مواد بناء بالجملة يحدث أحيانا أن بعض زبائني يدفعون لي مبلغا لشراء سلعة الماء وأدفع لهم وصلا يثبت أن السلعة بيعت والثمن قبضة لكنهم لا يأخذون سلعتهم إلا على مراحلة فهدفهم من دفع المال هو ضمان الكمية الكافية من السلعة التي يحتاجونها فهل يجوز ذلك شرعا؟ نعم يا سيدي يجوز ولا شيء عليك وكل مرتاح إن شاء الله أنت يا جاء أن ينمتل باش تفهم بركة جاء لك واحد قال لك نسحق عشر كواما سيمان عشر كواما سيمان عشر شاحنات من الإسمنت عقدة خلصك وانت يعطيت له وصل ومبعدها جاءت دا شاحنا ومبعدها بعد أسبوع يدي التانية بعد أسبوع يدي التالتة بعد أسبوع يدي الرابعة خلاص البضاعة بيعت يعني ما شيء شرط باش تعطيله الوصل لازم يرفض عشر شاحنات ويخرجهم من عندك لا يشترطوا هذا خلينا من عشر شاحنات يا أخوي أروح نشعي البطاطا خلصتوا في عشر كيلو خلصتوا في عشر كيلو وأنا ما نغدش نفض عشر كيلو قلت له اليوم ندي أربعة كيلو وأني غدوان جي ندي زوش كيلو ومبعد نبعت ولدي يدي أربعة كيلو لابقت يجوز لا شيء أعلك يعني مالك حلال وهما بضاعتهم حلال بشرط بشرط أن البضاعة تكون حقيقة موجودة عندك يعني يعني لما يجي يدي البضاعة تعود أعطيها له ما تقول لهش مكهش هذا مكان والبيع صحيح سائل يقول أو سائلة من تيارة هذه تيارة بلاد العواد والفرصية الرجلة والنخوة والنيف والشرف الله يرضى عليكم سائلة من تيارة تقول هل يجب علي أن أقضي أيام رمضان التي لم أصمها في طفولتي علما أنني كنت بالغة إذا كنت بالغة ما كنتيش في الطفولة بالغة راكي البالغة لي قدك شوف هي جداك رعي سخصية جداك يا وجداك خمسة عشر لكن عندها أطفل كانت تزوجت وعندها دراري دوك يقول لك ما زالها صغيرة سعر ما هو واحد رح يخطب طفلة هي رأي خمسة وعشر يزن أولا يا ودي ما زالها صغيرة رأيت قرأ قريتها مسكينة ولا دارت زبلة يا ودي زبلة يماها تغطي مسكينة صغيرة أنا شعب أخطيها هي طولي يا سيد الشيخ عندي طفلة ودارت خاطأ وخاطأ كبيرة بالصح مسكينة صغيرة ما تعرفش وغيكي ما جات للدنيا نقول لاش عالفي عمرها 19 سنة 19 سنة 19 سنة يا و 19 سنة رأي جابت أولادها رأي رأي تربي في بلك في أحفادها حسبنا الله ونعم الوكيل ما لا تقول أني كنت بالغة وفطرت أياما من رمضان لأنني لم أكن أدري أنه يحرم علي الإفطار الجهل ليس عذرا الجهل ليس عذرا كنت بالغة أكلت شهر رمضان فهذا انتهاك لحرمة رمضان وأنا وأنا أتذكر عدد الأيام جيد شوفي يا أختي إذا حبت سلكي الجلد التاعك من النار إذا حبت السلكي من النار ديري هاك اللي انتهاكت حرمة رمضان باش تسلكي روحي صومي النهار على كل النهار ووكلي ستين ميسكين لأن الجهل ليس عذرا الجهل ما هوش عذرا صومي نهار والطعمي ستين ميسكين إذا صمت نهار على كل نهار ووكلي ستين ميسكين إن شاء الله إن شاء الله عندك باش تواجهي يوم القيامة يعني راكي سلكتي إن شاء الله أما إذا شوفي لي يفتلك يقول لك واش علي كنت صغير ما كنتش تعرفي فهذا كلام لا يليخ نعم يا سيدي أنا أستمع إليك نعم نعم السلام عليكم أنا أستمع إليك يا سيدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ شمس الدين نعم يا أختي أهلا وسهلا عبيت ببركة نسق فيك نعم أنا خلات لي أختي الله يرحمها ماتت خلات البنية الله يرحمها ويوسع عليها هذه البنية يعني ما ما وصاتنيش عليها ولا ميكش تهيتي معها هالتربي بلي لحقها حتى لحقها لدعها أنا معها تربي غلي لحقتها لدعها نعم ومتصح هي عاصية ما تأخذش غاية ما تحبش دير غاية الكبير صافيك اخطبها واحد قريب لك تزوج وتهنيت وكلش ومبعد رفضت عاود اخطبها واحد أخر رفضت راهي دايرة قاعدة ومع خالتها تقلت لها روحي عند خالتك طب السماح برك بهي حضروا ركي قا قلت لك أنا ما نطلب السماح من حتى واحدة لحبت حضرت حسان لي ما حبتش الله ما تحق الله لا حضرت وهي قولي لي الله يرضى عليك وهي علىها ترفض هذه الخطاب علىها ترفضهم وش نقول لك راهي دايرة بزينها راهي يعني دايرة في رأسها إنسان أي دايرة إنسان في رأسها لا لا مش دايرة إنسان ميزين هي مريحة تلعب كيف تقول تقول غير هذا يجي خير من هذا هذي يجي خير من هذا هي تحبت على الفيسبوك هذي يجي خير من هذا هذي تحبت على دراهم تحبت على دراهم تحب لي عندهم الدراهم صحي أما لي عندهم الرجلة والنيف والشرف ما تحبهمش ورغم هذا ثانية ورغم هذا اللي راه خاطب ها تعب عند دراهم وراجل ما شاء الله مي هي قلت لك أنا ما نطلب السماح ولي حبت تحضر تحضر ورغم باللي أنا اللي راني نجهزت فيها ورغم كلش ما هي ما على بالهاش قاع بينا هذي ربيتوها بالفسوش يعني فشيتوها بزا في حياتها أنا تربت بالفسوش بالعكس تربت بالتزيار بالاخر غيمات طيما هل قاتل حرية والله ندعي لها يا أختي ندعي لها ربي يهديها ويتوب عليها ويغفر لها لأن راي في وقت ما كوش قادرين عليها انتو ما كو عاجزين باش تقموها فليس لها إلا رحمة الله ندعي لها ربي سبحانه باش يهديها ويهذبها لأن هذه حتى ولو تتزوج ما رايشة حترتاح بالعقل عندها العقل مشكلتها في عقلها وأخلاقها بابها خاوتها ما هم شايفينها في حتى حاجة بابها ما قبل طلقين معها أنت أجرك عند الله عظيم أنت أحفظتيها وربيتيها وديتي جهدك قرآن مراته الله قرآن نقول نخليها ويسهد عليها هذه أحبة الزوج بالفيسبوك هذا مكان شكرا يا أمي الله يهديها الله يهديها ويتوب عليها هذا النوع اليوم دا يرينا راجل في الدار وخمستاش في الفيسبوك عليها أن تتوب وتستغفر تتوب وتستغفر وتندم أما راجل في الدار وعشرة في الفيسبوك وأو عجب واحد فنان تركي وبعدها لا لا وقل الفنان السوري هو اللي جباب عليه وبعدها لا لا وقل هذك لي طيب في تركيا وعندهم واحد لي طيب بلهم أو خالحهم غير بطيابات مناف ولا حلال ولا حرام المهم بلك أو عجبه لي طيب في تركيا بلك أو عجبه ذك بوشلاغم تا سوريا بلك أو عجبه هذا عن طرف بكية عماصر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل هذا وش نقوله الله يتوب عليها ويغفر لها الله يتوب عليها سائل يقول سائل من البرج هذا أحمد من البرج يقول يقول زوجتي وأختي لا يطيقان بعضهم البعض ولذلك أنا هددت زوجتي بالطلاق أهلا هي أحمد تهدد في مرتك بالطلاق الله يهديك يوم ما يتفهموش وبعدها يولي يتفهمو على رأسك أهلا تدمر حياتك أنت أصبر وخلاص أصبر يختك ومرتك ما يتفهموش خليهم ما يتفهموش أنت أعيش مهني مع مرتك ووقع فهددت زوجتي بالطلاق فهل يقع الطلاق إذا قلت لها لو كانت هدري مع أختي فأنت طالق فهذا طلاق معلق على شرط لو كانت هدري معهاته لي مطلقة هبلتوا أرجالكم هبلتهم بها المشاكل ها رح حمد مسكينتا في البرج ها رح يطلق مرته غير أجل ما تفهمش مع أخته وما بعد أختك يجي راجل يديها وتتزوج وتروح لدارها وتقعد أنت 하는 حاصل بولادك ما تدخلوش بين النساء ما تدخلوش أصبر واشتقدر كي تجي مرتك تشكي لقوها عندك الحق كي تجي أختك تشكي لقوها عندك الحق أتجي إمارك تشكي لقوها عندك الحق أتجي أخالتك تشكي لقوها عندك الحق يا واختي ورجال خليهم طرنكين بشع يخدم يروح يخدم هبلتوهم شعال من راجل تلاقبين صيبوا وراء وخلاص على أبواب الجنون غير هدي يمّا ومرتي ومرتي ونسيبتي وختي وحسبون الله ونعم الوكيل وإلى حصة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته